أقدت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج اجتماعا تنسيقيا يضم سيدة الأعمال المصرية ليلى بانس مستشارة إدارة الثروات بالولايات المتحدة الأمريكية وزوجها رجل الأعمال الأمريكية دراين بانس بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة التقديث والتنمية الاقتصادية وأعضاء من مؤسسة حياة كريمة وقد قالت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم أن هذا اللقاء يأتي لوضع اللمسات النهائية لفعالية جمع التبرعات من المصريين بالولايات المتحدة وكندا لصالح المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة وقد أعلنت وزيرة الهجرة عن التحضير لإطلاق صفحة على الموقع فيسبوك للترويج عالميا لفعالية جمع التبرعات المقررة في شهر سبتمبر المقبل